اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا عارف كل واحد فيك وحاسس بيه ومقدر حجم الحزن والغضب اللي انتو فيه اللي هو صروت الله يرحمه وكانش مجرد زميل كان اكتر من اخ وما يستهلش اللي حصله ده ابدا استغفر الله العظيم ولكم في القصاصي حياة يقولي لالباب صدق الله العظيم احنا حنلتزم بالقانون ومش حنخلي الغضب يسيطر على تصرفاتنا فيه تحريات اتعاملت وفيه متهم رئيس يقدرنا نوصله والقراءة كلها بتؤكد صحة التحريات دي بعد اسنى سيادتك يا فادي ويطرقوا ومين علي يا حياة نصير علي اللي هو صروت الله يرحمه قدر يوصل لمعلومات في غاية الاهمية عن نشاطات مجموعة نصير طلب من علي يتقابله بشكل ودي عشان عايز يتأكد من بعض المعلومات ولما علي اتطلع على الأدلة والقراءة وتأكد ان هو حييتعاقب قرر يخمص من صروت بس اللي ما كانش عامل حسابه عليه اني كنت عارف ان صروت حيقابله الله يرحمه علي يا حنصير لازم نوصله ونقبض عليه قبل ما يهرب وقبل ما يعرف ان احنا عارفين قدامكم أقل من 24 ساعة اشتركوا في القناة فيش حد هنا لا بواب ولا شغل ولا اي حد خالص ولا اي حاجة تثبت ان في حد كان عايش هنا فيهم الايام ولا ورق ولا صور ولا اي حاجة خلاص انا نحط احراسة على البيت لحد ما نشوف ان يابه هتؤمر بايه مفيش هاي حاجة تانية هناك وحاجات بسيطة انا كنت سيبها هناك لان ساعات كنت مبايت في البيت انا ساقولك انت بعيد عن اي شبهات بغاية دلوقتي انت مش شايف الجرائد عملة تكتب ايه من الصباح بكتير حياخدوك مجرر الشهادة مفيش اي علاقة تربطك بالجرائم اللي حصلت ابدا ده حرب يا مدر حرب ولو هتطول هتطول الكل لا هيشفع ارابة ولا معرفة ولا خدمات ولا اي حاجة خالص مرحلة مرحلة كنت عامل حسابها من بدري انها هتبتدي بس لنا ولا اي حد يعرف هتنتهي علي ايه هلاقي الحالات خود الحاجات اللي انت عايزها وانا هاخد بيئة الحاجات اوديها البنج بتاعنا ها طيب وعلي فيهم تمام يا فن عملت ايه مش موجود في بيته بس قدرنا نحدد مكانه اطلع بقوة حالا وانا حتصرف اذن نيابه ونتصرف ازاي لو كان مع اسلاح مثلا او حاول يقومه تقتله بدون زر التردد انت طالعين تقبض على الوقت اللي هو صارت مش طالعين تها الزرد لازم يبقى فيه حسم القوة في التعامل مع مجرم زي ده فاهمني؟ تمام يا فندي طالعين تقبض موسيقى 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 يالف مرحب بنور علي بيت يا مرحب يا مرحب تفضل ايام اللي جاية دي هتبقى صعب قوي البلد كلها هتبقى بتدور عليها وانت هنين محدش هيجرب منك ولا حد يا رب كانك انا عامل المزرعة دي برايبة من مصر عشان لما يبقى حدايا مصالح اقعد هنا وهو ما حسش ان اتغربت عن الصعيد مش عارف اشكرك ازاي ما تقولش كده علي بيه المصلحة واحدة انا لسه عند وعدي دي مخضرات جديدة مش هتنزل للبلد هو ما بعيدا عن الاتفاق انا نخدمك من غير اي حاجة الله يكرمك اللي يقول لي انت دلوقت هربان من الحكومة هتقدر تمنع موضوع هذا ده كيف ما تلعش سبع لله ماشي معلش انا ليه طلب عندك صغير كده وعسف ان انا اتقال عليك يا انت تأمر امر بتعايز مكان كده يعني مش هنا يعني بايدا هنا شوية ويبقى تابعك برضو انا اصلي باعدت اجيب شوية عفش كده وحاجة تانية ولا وليه ده كله معلش ريحني اعني اتعبك عايز اي مكان كده اعني مكان فاضي ان شاء الله هو ده حتى بسيطا قصة غريبة جدا فعلا علي يحيا نصير اللي هو علي ابراهيم زكي كان فابت شرطة النيابة واجعت اتهام مباشر وصريح لعلي يحيا نصير ومعانا عليك جريم دلواتي اللي هو علي عزيز ماشر سأل خير يا فندم ممكن حضرتك تكلمنا عن تطورات القضية وياريت كمان تكلمنا عن ملابسات الحادث القليم وعن قيمة الجرائم اللي النيابة نسبتها النهاردة لعلي يحيا نصير لو سألت هو في الحقيقة احنا كلنا مرقبين علي المصير من الفترة بعد ما عرفنا انه يتعين في الدخلية بقى وراء مزورة وكمية الجرائم الارتكابة في الفترة الأخيرة دفعت النيابة انها تصدر قرار باستدعاقه بس للأسف اللي هو أسرات بدافع من الزمان القديمة قرر ان يمقابله عشان يعرف منه بشكل مباشر حقيقة تورده في الجرائم اللي رصدناها فقاتروا قاتروا بكل خصة وتدر طب يا فنم هو متهم بايه تاني؟ يعني ايه نوعية الجرائم لحضرتك وتكون بتتكلم عنها دلوقتي؟ يا ريت توضح لنا اكتر؟ الجرائم بتتراوح من جلب المخدرات والقتل والتخطيط لسرق البنج مجرم خطير يعني طبعا يا فنم واحنا في طريقنا الوصول الى الان بنذكر حضرتك سيادة لواء جلال دياء الدين شكرا جدا ايوة يا ريم ايوة او زي ما قلتلك طيب مش مش طيب 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 ايوة بس ايكد التلفزيات مترعب دلوقتي هو ما ينفع عشان نحن نعم ايوة بنتي ممكن افهم بقى ايه اللي بيحصل بالزبط؟ اللي بيحصل انت شايفان انت امات كتير اوه موجهة ضد علي انا بتمنى ان شاء الله ان يطلع منها براقة على فكرة ومحتمال يطلبوني للتحقيق انت عارفة انا هقول كل حاجة بصراحة وكل امانة ابوكي ما بيخبيش حاجة ابدا علي لو جراله حاجة انا مش هسمحك ابدا تضعيلوا حببتي تضعيلوا متالايش ربنا يظر حقيها بنتي تلعش عندي المعدوم قللك ايه يا ريوة؟ قلش عايك انا اسفر خالته عشان نحن عاملينه في كده سايبينك بيتك ومقاعدينك هنا وانت ملكيش زنب في كل اللي بيحصل تقوليش كده يا حبيبتي هو انت يعني كنتي ازنابتي في ايه؟ انا اهم حاجة عندي ان اتطمن عليكي الله يرحمك يا ايمان ومنك لله يا حامد انا مش عايزة زعالك ملكيش دعوة بي مش هتشوفي منه خير ابدا سدقيني يا ريم ثم انا عيشت حياتي كلها بعيدة عنه ولما قربتي منه جرالك ايه؟ انا عارفة انه ابوكي وما ينفعش يتقطعيه بس انتي ما تفتكريش اللي عمله في امك ده في مرة مضاه على كمبيالات عشان كان عايز يستلب فلوس من واحد وما سددش الفلوس وجاء البوليس عشان ياخدها له لاش خبناها ودي ايه حاجة من مئة حاجة كان بيعملها ده احنا كنا عايشين في حزن ومناح انا عارفة انه هو ابويا وان انا لازم احبه واحترمه ايا كان ايه؟ بس انا مرعوبة لخلته وفيش اي حاجة مسيطرة على دماغي دلوقتي غير ان انا احمي نفسي وتطمن على جوزي بس اخايفة اكتر بان انا فجأة لقي نفسي فايق على كارسة الكارسة تخلييني اشوف الحياة زي ما هي واتعايش معيها بعد ما اكون خسرت اغلى حياة في حيتي انا مش بسدقها مش قادرة خالي زي ابويا كان اللي مفخوض يحميني ويخاف علي بيستغليني وبيستغل جوزي عشان فلوس ولا عشان فلوس ولا عشان يحمي نفسي والجريمة هو اعمالها اي ان كان السبب مش هام وزا كان ده ممكن يدمرني ولا يدمر حياتي مع انه لو فكر شوية هيكتشف ان لو ده حصل بجد كرهي ليه هيكون اخطر بكتير من اي حاجة هو بيحاول يهرب منها دلوقتي عشرين مليون دولار زيادة وكاش وما نفتحش اي كلام في اللي حصل قبل كده وهو في حاجة حصلت قبل كده تعجبني طول عمرنا متفين يا حامد وده اللي كان مفروض يحصل من الاول واللي كان سبب الالة خلص بتمن غالي انا بقى عوضول اجاب طب قول اللي جاي اللي جاي عز وزهزه بإذن الله بس عالي لسه عايش وهربان وضعيف وستخبي ومتهم قولي يا حامد هو انت مش خايف تتلطف احواراته دي اخاف من ايه يا اخوية انا حيالله حتة موظف بسيط في مؤسسة كبيرة قاوي بقبض مرتبي كل شهر وبشتغل بيه لعمري خدت قرار ولا مضيت على ورقة حتى واللي عرفه هقوله طب ومجموعة نصير هي في حالها وانا في حالك كربي كان صراف عليكم بخير خير انشاء الله جايب شوية حاجات اللي على الباشة علي باشا افتح الطريق الله عليك تعبتك والله يا جمع ماليش الله يكرمك علي باشا الله يديك الصح الهم يا رجالة يلا ليه كل الكرة تلدي انه صالح الله يقدر انك تزوعدوا ليك انه وفا شيء او يبقى عندنا واحد الحكومة ممكن تعمل اي حاجة عشان تتملك منيه وتقبض عليها كازبانين من كل النواحي بتجلك شيء المصلحة واحد يلا يا رجالة هيا يا جمع جبت كل حاجة من البنك كل اللي كان في البنك ما سيبتش حاجة باشا قطر خيرك يا جمع انا خدامك يا باشا في بقى حاجة اخيرة كده خدمة عايزة منك وأمارني علي باشا سمو عليك وبلدينة فضل اقول لك يا برنس في شوية حاجات من ستهم في مصر هروح اجيبهم وارجعلك الصبح او عالضغرب كتير حاجات حاجات ايه؟ كان بقى وشوية عفش يعني ملاحقتش اجيبهم من المخزن المرة اللي فاته هجيبهم لك وارجعلك بكرة ولا انت ماشي؟ لا انا جاعدة ليه؟ طاط افتات ريب izza اوزاك عايزة؟ حمد الله على السلامة ايه؟ هو انت شاكك ان انا اللي عملت فيك كده ولا ايه؟ انا مش عارف اتعم معك ازاي ولا اتصرف معك وعمل ايه؟ اصلا وقفتي معك دي غلط المفروض اوض عليك واسلمك طب ما تعمل كده؟ مستني ايه؟ لا معي اسلاح ولا بقى فيه حد حميني تلقبط يا حيسا ها؟ هاك لانك عارفني كويس قوي ومش هيقدر تصدق اللي بيقولوه علي ايه؟ في حاجة واحدة ممكن تحل كل ده انك تعرف الحقيقة هايستعرف الحقيقة يا عيسا؟ اكيد انا مقتلتش اللي هو صربط ومستحيل الطب الشرعي يزبط حاجة زي دي روحابل الطبيب الشرعي بص على التقرير قبل ما ايه حد تاني يستلمه طب وانا؟ ولا حصللي؟ دي حاجة بسيطة وعد بان لوحدها ايه يا عيسا تبين لحد انك شاكك ايه حد يعرف انت بتدور علي بص على التقرير وهم الكل اللي تقدر علي علشان محدش يزوره هو ده اللي انا طلبه منك يا عيسا احمد الله على سلامك 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 بس عندك دليل ديش أي حاجة ومش هعرف بس بحاول ما تطلع تقول أنك كنت شغال مع البوليس دي الحقيقة الوحيدة اللي أنا متأكدة منها صعب صعب أستخدم حاجة ما قدرش أثبتها صعب حتى لو كانت هي الحقيقة زيت كمان فيه هسباب كتيرة قوي تتعلق بقروبي وبالناس اللي أنا مستخبي عندهم ما قدرش أطلعوا الحاجة زي دي طب أنا ممكن أعمل إيه موضوع اسميق اللي تقتل إده أنا مليش أي علاقة بي وأنا عارف كويس قوي أن أنت كتبتي في الموضوع ده وبسببها سبت الجرنال وساعتها كنت فاكرا أنه الموضوع ما تنشرش حماية ليك خالص خالص أنا معرفش عنه أي حاجة وما اندخلتش هيدي الحقيقة طب وموضوع ليه وصروط الله يرحم ركزي بس في موضوع اسميق ده وسيبيه لأنا حكاية صروط أنت محتاج محامي حد يبقى عارف الكويس كويس تعرفي حد كده أه بصي أكيد التليفونات مطرابة علشان كده عايزك تكلميني على التليفون اللي بعتليك من ورسالها وياريت من تليفون تاني غير تليفونك وبعتلي بقى كل بقانات المحامي ده أوكي شكرا يا ملا انت كنت شغال مع البوليس لو طلعت ولت كده في حد يصدقني ما عنديش دليل لازم أفكر واتصرف زي أي مجرم لما بلاي نفسه متاهم بجرائم هو ما بلايش وبيحاولي برا نفسه بس الفرق الوحيد والصالحي ان انا بريق مش مجرم سمعت ان ما عليك حتى قابل الناس برا وعشان كده انا جاهل لك عايز اعرف تقدر تاخد كمية هاديه وتوزعها في وقت هاديه ايو يا باشا بس سيادتك التسجيلات دي احنا مش نقدر نستخدمها ضد علي في اي حاج لان ببساطة زي ما حضرتك عارف تمت بدون اذن نيابة بس كفاء عشان النيابة تفتح تحييه وخصوصا ان الكل الادلة محتاجينها معانا وتقريب الطب الشرعي في موضوع صراط الله الحمو هيخلص بكرة وحتبقى عندنا قضاء كمية انا هشكل فريق بحسي في خطك انتا كمال عشان يحقق فقية الجراهم وفيه تنسيق مع السيد مدير الامن وقاءة قطاع العملات الخاصة بطريق اسمعاليا الصحراوي احنا هنطلع اذن من نيابة على بكرة بالكتير لمرأبة اي حد لي علاقة مع علي لكن طبعا المرأبة التالت من بارح فيه اي معلوبات عن مكانه احنا فعلا بدأنا المكالمات من بارح فيه مكالمة ضارد بن حامد حمعالي وليه مراته بس كلام مش مهم يا فاندي كلام ده حفظنا فيه معلش يا فاندي ما انا ممكن اقول حاجة بفضل سيادتك اكتر حد فينا عارف عليه كويس وبالتالي دايرت معارفه بالنسبة لحضرتك هتكون اوضح من اي حد فينا انت صح كلموا لي بتاع الأرشيف وخدمانه وعنوان واحد حد ليلك اسمه اعتبروا حصل باشا هذا الوجه بقي انا حسيبك بقى تستريح يا باشا انت تبهدلت النهاردة من الصفا اما انت كنت معايا بس انت زرطك صعبا انا حسيبك يا باشا وحنزل في اي مكان قريب لو وحدك تنيكلمني لا 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 خلص انا معاي رقم تنيفونك لو وقصتك في اي حاجة هبقى اكلمك ماشا يا باشا سلام عليكم جمعة يا باشا انا عرف كويس يا جمعة اللي انت بتعمله ده ما حبه وانت مش غاصب اي مصلحة بس طب ليه بتزعني علي باشا عشان خطري يا باشا بالله عليك ما تزعني انا كده حاز على والله يا باشا الله يبارك لك سلام عليكم يا باشا جمعة يا باشا في حاجة لازم تعرفها يا باشا ريح يا باشا احنا هنتقابل كتير والله سلام عليكم يا باشا ما حدرت شغلوا ان انا السبب سمعيني ما كانش قصدي يا جمعة كنتش احب ان ده يحصل صعب كمان اعترف لك بالله حصل حسنلك متعرفش حسنلك متعرفش يا جمعة الأستاذ علي يحيى نصير بريق من كافة التهم الموجهة اليه وده اللي هنحاول نسبته ان شاء الله حضرتك كنت شغالة في مكتب المستشار المصر عبد الحميد ايوة مستقلت وبحكم وجودي في مكتب أستاذي المستشار المبجل نصر عبد الحميد اطلعت على شوية أوراق وحقايق تثبت براقة الأستاذ علي من كافة التهم كيف تصمى بينكم؟ يا جماعة هنهنجاوب على كل أسئلتكو في الوقت مناسب إن شاء الله متشكرا أولا شافني تطلية طب الشرعي بتاع السرعات ومتخليش أي حد يقرأ لحد ما أشوفه الأول تمام سعد عيسى الحمد للع السلامة الله يسلمك عيسى الباشا بتاعنا كمال الحمد للع السلامة مع الله الله يسلمك القناة صحيحة الدنيا كله صباح خيال رئيس أنا مش غولي معلش يا رئيس موضوع مهم لما يستنعش لو عايز تكلمني عن أملا ما عنديش أي كلام ممكن أولى في الموضوع ده يعني بعد يزد حضرتك عايز أملا ترجع الشغلة تالي هي الاستقالة لو عايزة ترجع تعتزل وتندم ساعتها بس أفكر أرجعها ولا لا ما ترجعها لا بعد أزدك رئيس أمل لها تعتزر ولا هتندم يبقى في ستين داهية وإنت كمان لو مش عاجبك الكلام في ستين داهية الباب يفوق جمل اللي تشوفه رئيس عايزة ايه العرف ده؟ ساعتها تجمت حسيت اني تشليت ومعرفتش همشي حسيت ساعت اني جابان قوي امل انا مش حبقى مبسوطة لو سبت الجورنان عشاني قادة ولا مستنية منك تعمل كده الموضوع ملاش علاقة بيك ايه امل انا من زمان كان لازم اعمل كده عشان انا كيفية انك رحت وكلمته وبعدين انا مكنش عايزة انك تعمل كده عشان ميفتكرش ان انا عايز ارجع ايه مهم؟ اركز معايا في الكلام اللي انا هقوله لك انا عايزك تفترض ان عالي نصير بريئة ده ازاي يعني؟ وهو ده اللي انا وانت حنعرفه لو انت حابب تشتغل معايا في الموضوع ده والله انا بالنسبة لي حابب شوف انت عايز انا اعملك ايه وانا اعمله تقدر تشوف حكاية اللي هو سروة دي مهم نشوف اهلا يا عايزة باشا زكا كرم عامل ايه؟ الحمدلله باشا تمام ومورني ساعدتك هو سوال فضل اللي هو سروة لا ده موضوع فيه تحقيقات وبلاوي وانا مقدرش على كده علي نصير هو اللي قتله بيقوله كرم قاب من الاخر بقول لي ساعدتك ايه؟ مش اللي الجثة لقوها في المغزن بتاع علي نصير يبقى هو اللي قاتل بس الغريب بقى ساعدتك ان الجثة اتنقلت من مكانها وراحت للمغزن بتاع علي نصير عارف ساعدتك لو انا مكان علي نصير ده وحبيت ان الجثة ووديها للمغزن بتاعي وده طبعا واضح من الدم ومن الساحبات اللي لقوها حوالين رجليه غير كمان من ساعدتك توقيت الوفاء اللي غير مطابق للتوقيت اللي لقوه في الجثة وكمان ساعدتك وضع الجثة والدم الدم اللي لقوه على الباب وكان واصل لغاية الشارع ولما حدش فكر يمسحه خالص وبعدين اختفى فجأة ده اكبر دليل ان الجثة اتنقلت بعربية هو انا كنت بقولي ساعدتك كنت بتقول لو مكان علي نصير اه يعني لو انا كنت مكان علي نصير وحبيت انقل الجثة ووديها للمغزن بتاعي طب ساعدتك اعمل كده ايه ايه احتفظ بالجثة تذكار مثلا بسيقولي ساعدتك ايه هو حال انه يصير هو اللي قتل تمام يجر تمام معركة ابتدت بس لازم اتطولش واكيد هتاديها الكل صباح الخير صباح النهور اللي أستاذ ناشت هنا في مكتبة افنة شكرا افن مستعد اعمل اي حاجة علشان اخرج منها كاسبين اي حاجة طب بروح انت الجودي طعال يا جمال مسائل فل يا أستاذنا اهلان اهلان حميد بيه اهلان حميد بيه اهلان وسائل اتفضلوا اتفضلوا بيه احيا احنا جايين ناخد بزء من الامانة اللي عندك امانة ايه فلوس فلوس ايه وانا كل ما اقول كلمة هتكررها وراها ناشت الفلوس اللي عندك محتاج ااخد جزء عشان هشتري حاجة كده وبعد بكرة بالكتير حبقى اخد جزء التاني ان شاء الله اكيد ممكن اخصد شوية حاجات اكيد حاجات مهمة بس دي خسير لازم تحصل اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة